أعطتني يعني كيف دق أحكي لقاء بالنخبة من الناس من المبدعين خلي نشوفها الصورة مع بعض يعيني زكي نصيف طبعا هاي الصورة زرناها قبل ما يتوفها بسنة صديقتي كان أستاذها القتار قالها حابب أعرفكم على أستاذ زكي نصيف طبعا فرحنا وتعرفنا عليه أحزني حاله كان مريض كتير وكانت أجره مكسورة بس طبعا هو أستاذ كتير كبير وأنا كتير وحتى أنا عايدة واحدة من أغانية في صديق الخال فهو يعني طبعا أسطورة موسيقية مهمة جدا مكادي هل حسيت بأن فرص النجاح صعبة والمنافسة حادة خصوصا مع بنات البلد يعني الأصوات النسائية الموجودة في الساحة اللبنانية يعني في هيمنة وفي غيرة وفي منافسة وصعبة تكونين شوفي هو بديش أقول غيرة عشان ما حدا يفهم أنه أنا يا باب يغاروا مني لا مش هيك الفكرة أنه دايما الواحد أنا في مقولة بيقوله كله نبي في بين أهله شو؟ أنه النبي في بين أهله مطرود أو شي من هالنوع لا نبي لا صح فيه نبي في وطنه أو شي يا ربي نسيناها الحالة بتذكر دايما نقولها أنا بقول بالعكس لأنه أنا لا كرامة لنبي في وطنه بالضبط أنا بقول بالعكس لأنه أنا تجربتي الخاصة يعني أنا مش بنت بيروت ولا بنت لبنان بيروت بوابة طبعا هي بوابة وكبيرة وفتحت لي بوابها وعلمتني كتير وكتير بحبها وكتير بحب أزورها وعندي أصدقاء ولكن على المستوى الحقيقي والواقعي إذا أنت ما كنت وراكي مؤسسة إنتاج ضخمة أو وراكي أشخاص عم بدعموكي لتكوني موجودة في الساحة وعم بتنافسي مستحيل مستحيل تكوني موجودة حسيت بهاي الحتة الأردنية طبعا احتراب عنه طبعا في الأخير طبعا وإنما وراكي أشخاص أو طبعا ممكن نقول ما عرفتي ما سعيتي ما عرفتي المفاتيح يعني ما سعيت لأنه كنت أقول كل شيء بوقته منيح في كسل ولا عندك قناعات معينة عندك قناعات معينة طبعا تنتظري فرص في لحظات معينة طبعا وأنا بعتبر حالي شخص محظوظ لأنه يعني أنا كنت مثلا في بيروت أعد مع أستاذ زاهي وهبة أعد مع شرب الروحانة أعد مع ناس كتير مهمين وكتير من الناس حتى المبدعين بتمنوا أنهم يعدوا مع هيك ناس جو ثقافي طبعا فأنا كنت حتى لو في نميمة ثقافية بالمقاهب بسابت كمان في هذه الروتشوال اليومي بسابت في ناس كتير مهمين أنا عم بلتقي فيهم بشكل يومي أو بشكل بصادفهم بحياتي بيكونوا أصدقاء لأيلي أبدا خصوصا أن الأردن تقولين أن يعني تؤمنين بأن في الأردن لا يوجد صناعة فنية صحيح وأن بعيدا عن ممكن نقول البوابات الكبرى اللي هي كارت بلانش للفنان القاهرة وبيروت صح صحيح هلأ أنت مستقرة بالأردن نعم أنا مستقرة في الأردن وفي شغلة كتير مهمة أنه أنا ما انقطعت علاقاتي مع أي حد يعني أنا لسه أصدقائي هم هم وبحبهم وبحبوني وبتابع أعمالهم وبتابع أعمالي ولكن أنا بقول بعد التجربة وبعد تجربتي الخاصة أن المحلية هي التي تذهب بك إلى العالمية أو إلى أن تكون مغنية مشهورة عربية نعم بعبارة قصيرة يعني الإغراق كلما في المحلية هي بتعطي فأنتي تخرجي بتراهني على هالشي طبعا قلتي في عبارات ورديلي بعبارات جدا مختصرة قلتي نحن كأردنيين غير مؤمنين بأنفسنا وطاقتنا صحيح هذا عكس الكلام اللي بتقولي عم بتراهني وأنتي بالأردن عم براهن كتير ولهلأ رهاني عم بيكون بصالحي أول ما أجيت على الأردن كان الوضع كتير صعب يعني هلأ الوضع ثقافيا في الأردن كتير أحسن من خمس سنين راحوا صار في فرق صار في مؤسسات حتى لو صغيرة بتعتني بالفنان بتقدموا لمهرجنات عالمية صار في ناس فاهمين شو دور الفن في المجتمع مؤسسات يعني كتير ناس من اللي كانوا دارسين بره رجعوا كل التجارب اللي عاشوها بره عم بيحاولوا يخلقوها في الأردن من مهرجنات من أمسيات صغيرة صار في مسارح متعددة في الأردن وهذا إشي جيد ومفيد جدا مكادي أنت يعني راح نروح لمربط الفرس في تجربة مكادي نحاس اتجهتي إلى المهرجنات إلى خلين نقول الحفلات التطوعية إلى الشغلات الإنسانية اتجهتي بقناعة أو بتربية واعية إلى الأغنية خلين نتحفظ عليها بس هي أغنية ملتزمة خلين نقول هي الأغنية الملتزمة طالما في شيء غير ملتزم بالساحة وفي شيء أيضا غير فني يعني مش البعض أو خلين نقول المعظم بجرأة يعني اتجهتي نحو هذه الأغنية هذا خيار صعب وخيار قاسي جدا وخاصة بالنسبة لي واحدة قلتي أنه أنا ما سعيت يعني وين شركات الإنتاج عن مكادي وين مكادي من شركات الإنتاج لحد اليوم أنا بدي أسألك شو تنتظري؟ لا هو أنا يعني المشكلة أنه شركات الإنتاج اللي عم نشوفها حاليا مع كل الاحترام لإلها عم تشتغل بشكل مش ثقافي خلين نقول يعني مش لشي يرسخ ثقافتنا كعرب أو كأردنيين خليني أحكي يعني أنا جاي من الأردن يعني عم تشتغل بشكل يكون ربحي أكثر وقلتي عن شركات الإنتاج كل من يملك بعض المال يقرر أن يغني فعليا دون أن يملك الموهبة طبعا طبعا لأنه في كتير مغنيين إذا بتسمعيهم لايف بيغنوا يعني بأوروبا في هاي نصيحة كمان يعني بحب أنا هيك بس يعني أمرها إنه بأوروبا في كتير مغنيين مشهورين بس بنزلوا سيديز ما بيععلوا حفلات لايف ما بيعطوا كونسرت نحن اللي واضح عندنا في الوسط الغنائي رح نروح للفاصل بس نعلق هذا السؤال إن عندنا نجوم وعندنا فنانين في المهرجانات وهما معروفين جدا طبعا بيتقادوا الملايين وفئة وهما خلنقول أنصاف موهوبين مش الكل صحيح معظمهم أنصاف موهوبين وبشتغلوا على البلاي باك في المهرجانات وبيتقادوا ملايين أما خلنقول التجارب الحقيقية واللي عندها خط وعندها قناعة معينة وتشتغل على الفن بشكل خلنقول واعي وراقي بتتقاد الملايين وتنتشر أوروبيا صحيح رح نيجي لهذا المحور بعد قليل مع مكادي نحاس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر